نتكلم اليوم عن خصوصية جدا مهمة وخصوصا في هذه الأيام المباركة عيد الأضحى المبارك نحتاج إلى وقام سياسي نحتاج إلى ما نقدمه للشعب العراقي العوائل تنتظر اليوم النساء الأطفال الشيوخ ينتظرون آبائهم أخوانهم الذين أودعوا السجون بقضية المخبر السري بقضايا لم تكن هي قضايا يمكن أن يزج بها بالسجون ولذلك حان الوقت لإعادة النظر بهذه القضية القانون هو بحذة ينتظر الإفراج البرلماني هذا القانون ينتظر إلى وقفة برلمانية كبير هو من العام وكان هناك عدة لهذا القانون وتحددت كثير من فقراته لكن يحتاج إلى وقفة برلمانية نحتاج إلى أن نقدم شيء للشعب العراقي العيد الحقيقي للعوائل التي تنتظر هؤلاء الأبرياء وكثيرا سمعنا وتأجلت القضية من سنين كثيرة قانون العفو العام في لغط كبير هناك من يروج مع الأسف بأننا نريد إخراج السجون أو تبيض السجون عفوا والجرائم كلها تختفر لا يا سيدي الكريم القانون واضح جدا من لم تلطخ أيديه بدماء الأبرياء يعفى عنه بقانون خاص وهذا القانون يمكن أن تكون لديه تبعات لكثير من المآلات التي ستكون على مجمل العملية السياسية لكن من تلطخت أيديه بدماء الأبرياء لا يمكن العفو عنه والقانون لا يسمح بذلك لذلك أعتقد أن اليوم كل الأمور مهيئة ائتلاف إدارة الدولة والبرنامج الحكومي تضمن ورقة مهمة جدا هو قضية القانون العفو العام ولذلك أنا والشعب العراقي ينتظر تشريعا مهما لهذا القانون لأن العراقيين تعبوا من الوعود وتعبوا كذلك من كثير من العهود على هذه القضية التي أصبحت مع الأسف يزج معها بقضية مزايدات سياسية لا يمكن لهذا القانون أن يكون لمزايدات سياسية نحتاج لإنصاف هذه الفئة نحتاج لإنصاف حقيقي لهؤلاء الذين قمعوا بالسجون كثير من السنين ووجب إنصافهم خلال الفترة القليلة القادمة نعم طيب سيد نبيل برأيك هل لدى الدولة العراقية النية اليوم فعلا لإقرار هذا القانون بشقيها طبعا التنفيذي والتشريعي مع أن الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب العراقي ولكن لغط كثير كما تفضلت يدور حول إقرار هذا القانون تعديل كثير على مواده هناك من يتحدث عن قانون خاص هناك من يتحدث عن طبيض السجون كما تفضلت طيب مجلس النواب أين دوره في هذا الموضوع في خضم جميع هذه المشكلات أصلا التي يعانيها مجلس النواب على الصعيد الداخلي وأن تتعلمها بشكل جيد لتفضلت بي طبعا يعني هي الحقيقة وأصبت كبد الحقيقة هناك مناكفات سياسية هناك قضايا خلافية كثيرة هناك أبسط قضيه قضية مثلا على سبيل مثال قضية انتخاب رئيس مجلس النواب لم يتفق لحد الآن وترحل أكثر من ست شهر لكن حينما نتكلم عن قضايا إنسانية تمس الحياة العامة للمواطن وتمس حياة أسرهم يعني هنا نتكلم ليس فقط الذين قابعين بالسجون نتكلم عن أسر نتكلم عن نساء نتكلم عن أطفال ينتظرون اللحظة التي يفرج عن هؤلاء الذين لم يرتكبوا جرما حقيقيا يعني لا يوجد عليهم أي جرم حقيقي يمكن أن القانون لا يعفو عنه لكن نتكلم عن روح القانون هل يسمح القانون لأن تكون هناك عفوا عاما هذه القضية يجب أن نقف عندها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر